السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا لطين ألطف بي بلطفك الخفي وأعني بقدرتك اللهم إني أنتظر فرجك وأرقب لطفك فالطف بي ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيرك اللهم إني أنزلت بك حاجاتي كلها الظاهرة والباطنة والدنيوية والأخروية اللهم اكفني ما أهمني وما لا أهتم له اللهم زودني بالتقوى واغفر لي ذنبي ووجهني للخير أينما توجهت اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى جمعة مباركة على الجميع طبعا اليوم توقعتنا ليوم الجمعة 26 أيار مايو اليوم عنا خلو مسار طويل يعني مدته كثير طويلة يعني تقريبا 21 ساعة تقريبا الوقت تاعه القمر موجود في برج الأسد وزي ما حكينا في خلو مسار طويل طبعا القمر الآن موجود في منزلة الزبرة وهي منزلة للربح والحرية والصلاح والإصلاح ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة 9.45 دقيقة من صباح اليوم الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الصرفة وهي منزلة للربح والضرر والخرب والإصلاح بين الشركاء والثبات طبعا القمر موجود في برج الأسد معناته اليوم برضو بيكون الناس من حولنا في هاي الفترة أكثر كرما مما اعتدنا من الناحيتين المادية والعاطفية وبيكون التركيز حول الاستمتاع والترفيه وتبادل العاطفي مع الحبيب بوسعنا التقرب من المسؤولين ومحاولة الحصول على بعض المطالب العادلة بوسعنا اقتراض المال والاستثمار واقتناء حلية ثمينة والتحلي بالشجاعة وارتداء ملابس أنيقة بتلفت انتباه الآخرين لا إلا بالنسبة للزوايا طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها هي زاوية التزديس الإيجابية بين المشتري وبين زحل وهاي تأثيراتها من يوم خمسة وعشرين خمسة ليوم خمستاش سبعة زاوية طويلة التأثير ولكنها إيجابية بشكل قوي رغم أنه ذروتها رح تكون يوم تسعة وعشرين ستة بتبدأ تأثيراتها القوية من يوم أربعة وعشرين ستة ليوم خمسة سبعة الذروة قلنا يوم تسعة وعشرين ستة الساعة تلاثة واثنين وخمسين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش طبعا هاي الزاوية بتدعم وضعنا المادي والمهني والاجتماعي ممكن نحصل على ترقيات إلى مركز أكثر أهمية ترفيع في المناصب بزيد إحساسنا بالأمن في نوع من أنواع الراحة المادية لأنها بتجلبنا بعض الأموال وخصوصا اللي بتيجي بطريقة غير متوقعة أو أموال قديمة منستردها أو وعود قديمة بتتحقق وهذه فترة مناسبة للاستثمار واقتناء ملك عقاري أو تجديد عقار أو استئجار عقار أو بيع عقار وبرضو إلها تركيز على تأمين مستقبلنا أو التفكير في تأمين المستقبل بإدخار أو أشياء من هذا القبيل ومستقبل المقربين لإلنا أيضا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهاي برضو تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 12-6 طبعا ذروتها مضت يوم 22-5 هي اللي بتعزز قدرتنا على القيادة وبتشجعنا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة بتزيد من ثقتنا بنفسنا بتمنحنا الطاقة والشجاعة بتدفعنا لفعالية معينة والتأثير والقيادة يعني بأي مكان منكون موجودين فيه وخصوصا الأشخاص اللي إلهم قيمة اجتماعية بيصير إلهم حضور فعال أكثر وملفتين للانتباه أكثر الأشخاص اللي بيإلهم مكان في هذا العالم ومحاربين ممكن يثبتوا طاقتهم بشكل أكبر ونجاح بشكل أكبر وأكثر وملفت للانتباه بشكل كبير يعني أجواء جيدة للمنافسة وإثبات الذات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين عطارد وبين زحل وهذه تأثيراتها مستمرة لأيوم 28-5 طبعاً هذه الزاوية بتعزز قدرتنا على تحليل الأمور مناسبة للعمل الفكري والمقاومة الجسدية بنتصرف بحكمه من ثابر في أعمالنا ومشاريعنا وبرضو هذا وقت مناسب لتنفيذ أعمال فكرية بتطلب التركيز أو لإنجاز مضاربات عقارية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين بلوتو وبعد تأثيراتها برضو لأيوم 29-5 بتعزز قدرتنا على تحديد أهدافنا والسعي نحوها وبيتجه اهتمامنا نحو الأمور الغامضة ومحاولة فهمها بتزيمد من طموحنا بتمنحنا مواهب إبداعية وحب للمغامرة والحاجة للمسئولية وهذا وقت مناسب للعلاقات مع محيطنا وبتسمح لنا بحل مشاكل ممكن كانت معقدة وبتساعدنا على إعادة تنظيم أعمالنا ومشاريعنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين المشتري وهي تأثيراتها مستمرة لأيوم 13-6 طبعاً هاي زاوية بيحقق البعض تقدم على حساب الآخرين تدفعنا للعصبية للعنف تجعلنا عدوانيين مزاجنا سيء بتسببنا خلافات في حياتنا الحميمة وممكن تعرض بعض المؤسسات المالية أو البنكية أو المبادلات التجارية لبعض الاضطراب فعشان هيك منقول أي مغامرات أو مجازفات مالية ما مننصح فيها نهائياً عشان هيك لازم أي خطوة تكون مدروسة بشكل جيد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تقابل سلبية بين المريخ وبين بلوتو وهاي تأثيراتها مستمرة ليوم تسعة وعشرين خمسة وبما أنه المريخ وبلوتو وأنه معناته هاي بتولد لدينا اندفاعات مخالفة للصواب نتهور بقراراتنا تدفعنا للتمرد التصرف بعكس التيار وعكس المجتمع مقاومة النظام السائد والقوانين برضو بتعارق نجاحنا ومبادراتنا وعلاقاتنا إلها علاقة بالمشاحنات والعنف والعصبية والدمار والعمليات التخريب والإرهاب والتفجيرات والحرائق والحوادث الطبيعية كالزلازل وحرائق الغابات وبرضو شاهدنا في بداية هاي الزاوية إنه كيف صار بعض الاغتيالات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين زحل وهاي تاثراتها مستمرة لغاية يوم خمسة ستة طبعا ذروتها يوم ثمانية وعشرين خمسة الساعة عشر وخمسة واربعين دقيقة ظهرا تخلق مصاعب وعرقيل بتحتاج منا بذل الجهد وتصميم وإرادة لتجاوزها تجعلنا أنانيين وقاسيين وعنيدين ممكن نتعرضنا لصعوبات في إنجاز مشاريعنا وإنعكاس أو انقلاب الوضع بشكل مفاجئ يعني بنكون بوضع فجأة بصير وضع آخر يعني بنكون بمنصب ممكن نفقد هذا المنصب بسبب تسرعنا أو عنادتنا أو تزمتنا بأفكارنا يعني بمعنى آخر المنافسة لازم تكون مدروسة مش بس مجرد إنه أنا رأيي الصح والباقي كله غلط علينا مراقبة صحتنا لأنها مهددة أيضا بالإرهاق والتعب اللي بيجي من الضغط اليومي هاي الزاوية طبعا إلها تأثيرات على مستوى لأشخاص أصحاب المناصب أو المدراء أو القياديين أو المستثمرين برضو إلها علاقة بالتطرف والتعصب لدى بعض الجماعات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التربيع سلبية بين المشتري وبين بلوتو وهاي الزاوية طبعا تأثيراتها وعملنا حلقة كاملة عن هاي الزاوية تحديدا وهي تأثيراتها ليوم 22-6 أي من 22-4 بدأت ولكن قلنا إنه مدتها شهرين طبعا هاي الزاوية بتدل على خسارة مالية وظهور عقبات غير متوقعة على المستوى المادي أو الاجتماعي علينا مراقبة تصرفاتنا ونفقاتنا لأن وضعيتنا ممكن تتضرر بشكل خطير التأثير الملموس بيكون هو يعني على أغلب الأشخاص بيكون موجود ولكن التأثير الأكبر بيكون على مستوى دول عشان هيك نجد إنه الوضع الاقتصادي العالمي متذبذب وفي بعض الضغط ودول يعني بارتفع فيها التضخم في ضغط اقتصادي انهيار لبنوك طبعا هاي الزاوية هي اللي بتضغط على هذا الاتجاه وبرضو بعض الجماعات المتطرفة أو الإرهابية بتقوم بعمليات تخريبية وتفجيرات وحرائق من طرف أيدي خفية بتهدف لزعزعة استقرار البلاد واغتيال شخصيات أيضا وإلها علاقة أيضا بالمناخ لأنه الكوارث الطبيعية حراق الغابات الزلازل البراكين كلها بتنشط بهاي الفترة أو هاي الزاوية إلها دافع أكبر لتحريكها بشكل مباشر أما بالنسبة للزوايا اللي مأثر اليوم طبعا أول زاوية هي زاوية التربيع سلبية بين القمر وبين عطارد طبعا هاي تأثيراتها ما رح تكون طويلة يعني هي من الآن موعد بث الحلقة ولغاية منتصف ليل الخميس على الجمعة ولكن ما زالت تأثيراتها موجودة فعشان هيك هي زاوية التربيع السلبية بين القمر وبين عطارد لازم أذكرها لأنها هاي بتعطي نوع من أنواع العصبية والحدية والتهور والكلام الغير واضح ردات الفعل فعشان هيك بتكون تضبطوا عصابكم بهذا الوقت بعض الأشخاص بيشغلوا فكرهم في استحضار ذكريات من الماضي لطائل منها تجعلهم مزاجي طباع هاي زاوية مصدر للتوتر خصوصا إلى الأشخاص اللي بيكونوا متعبين أو عندهم أفكار أو عندهم بعض الأمور اللي بتأرقهم فبتزيد أكثر وأكثر بصير في زيادة في ازدحمات بالطرق وحوادث لها علاقة بالسير وما نقدر نسيطر أو نتحكم في أفكارنا وكلامنا وذاكرتنا فعشان هيك ردات فعلنا بتكون عصبية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي من زوايا اليوم اللي هو الجمعة أول زاوية زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين أورانوس وهي تأثيراتها أو ذروتها الساعة سبعة وثلاثة واربعين دقيقة صباحا من صباح اليوم الجمعة ولكن تأثيراتها بتبدأ من مغرب يوم الخميس يعني من الآن موعد بث الحلقة هي بدأت تأثيراتها وبتستمر لغاية مساء يوم الجمعة هاي الزاوية بتخلق لدينا شعور بالملل من أي عمل روتيني فيفضل أخذ فترة من الراحة لاستعادة نشاطنا من جديد ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع بشكل سلبي طبعا وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك تجعلنا سريعين التأثر عنيدين غريبين الأطوار ممكن يتعرضنا لتغيرات مفاجئة في الرأي أو في العواطف أو بردات الفعل تدفعنا لعلاقات عابرة وممكن يتعرضنا لفراق عاطفي أو انتهاء علاقة حتى لو كانت صداقة بشكل مفاجئ وسريع فعشان هيك بدكوا تنتبهوا هاي جاي الزاوية وفي عنا خلوم مسار طويل معناته هذا اليوم بدنا نحافظ على علاقاتنا بشكل جيد عشان ما يصير فيه خلافات وانتبهوا من بعض الحوادث المفاجئة اللي ممكن انها تصير داخل الجماهير أو التجمعات أو التكتلات البشرية بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا خلوق المسار الطويل يعني الساعة 6 و 38 دقيقة صباحا من صباح اليوم الجمعة بيبدأ عنا خلوق المسار اللي قلنا بدهوا يستمر قرابة الـ 21 ساعة يعني رح يستمر لغاية الساعة 3 و 5 دقائق من صباح يوم السب هاي المدة اللي هي خلوق المسار دائما خلوق المسار هذا شيء سلبي دائما بنحكي لا يصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلوق المسار يعني لو محدد الشيء أنت قبل خلوق المسار أو اتفقت عليه قبل خلوق المسار وإجا وقت خلوق المسار كمل فيه عادي ما فيه أي مشكلة لأنه الاتفاق كان قبل خلوق المسار ولكن في فترة خلوق المسار اتخاذ أي قرار إيش مكان من الأشياء اللي ذكرناها اعرف أنه نسبة فشل هذا القرار عالية جدا أما بالنسبة للزاوية البطيئة اللي رح تتشكل اليوم ذروتها وهي زاوية إيجابية شوي بتخفف من الأجواء هي زاوية تزديس إيجابية بين الزهرة وبين أورانوس طبعا هاي الزاوية اليوم ذروتها الساعة سبعة وستة وثلاثين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج ولكن مستمرة تأثيراتها لغاية يوم واحد وثلاثين خمسة بتهيئ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ننظر للحياة بتفاول أكبر بتصير شعبيتنا في تصاعد أكثر تجلبنا سعادة غير منتظرة إمكانية خلق علاقات جديدة تبنى على المحبة والعفوية برضو بتشجع البعض للحب من أول نظرة هاي الزاوية يعني شوي لها أشياء وخصوصا الزهرة وأورانوس رح نلاحظ خلال الأيام القادمة إنه كثير من الأشخاص اللي كانوا بتبنوا فكر معين ممكن يغيروا فكرهم بشكل مباشر عدوهم يصير حبيبهم فهذا على المستوى السياسي وخصوصا إنه هاي الذروي يوم جمعة وباقي أيام للانتخابات التركية معناته التحول الجاي أو الأقوى اللي رح يصير في الساحة التركية من المعارضة نسبة كبيرة رح تتجه للاتجاه الآخر لأنها هاي زاوية إيجابية فعشان هيك في مفاجآت خلال اليومين القادمات بشكل إيجابي فنسأل الله السلامة طبعا هاي زاوية برضو بتدل على ميل الناس أكثر للتحرر والتعبير عن عواطفهم أكثر بتشهد هاي الفترة زيادة في الرحلات الجوية لحضور الحفلات والسهرات الفنية بتزيد عدد المؤسسات الفنية والخاصة بالإنتاج والتوزيع والأعمال الفنية بتدعمها بشكل كبير برضو رح نجد إنه الناس بترجع للأشياء الكلاكسيكية والتقليدية والقديمة والفكر الأساسي مش الإشي المستحدث أو الأفكار المستحدثة فعشان هيك منشوف إنه الميول وين بتصير أكثر برضو ممكن شوي هيك يصير فيه بعض الاستقرار على المستوى المالي أو البنوك اللي ممكن شوي يصير فيه بعض التقلبات على العمل كنوع من أنواع الاستقرار مثلا بشكل مفاجئ ولكن برضو بظل فيه علامات استفهام إنه من الزوايا الأخرى إنه بتكون مغررة ومحتمل إنه يكون فيها خسارات أما بالنسبة للزاوية التي تليها طبعا هاي الزاوية اللي راح أذكرها هي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي ذروتها بتكون عند مغرب يوم السبت ولكن بتبدأ تأثيراتها من مغرب يوم الجمعة وحتى مساء يوم السبت أو يوم الأحد فعشان هيك زاوية قوية لازم نذكرها ونتحدث عنها لأنها من ساعات العصر بتبدأ تأثيراتها على الجميع عصر يوم الجمعة بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كانها مشاكلنا إحنا منحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية تمنحنا العطف والمودة نحظى بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر نجاح مادي برضو بتساعدنا في التعرف على أشخاص ذوي نفوذ بتمنحنا تقدير رؤسانا يعني أجواء جيدة ونجاح برضو بتعطيها على مستوى العلاقات التجارية والدبلوماسية خلال هذا اليوم المؤسسات المالية والبنكية في ساعات المساء بصير فيها نوع من أنواع التغييرات وتفاؤل في الرأي العام للمجتمع بصير في نوع من أنواع الطاقة الكبيرة في هذا الموضوع بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم وأنا اليوم ما بنصح لإجراء أي عملية جراحية إلا إذا كانت الطرارية جدا جدا وخصوصا يعني كل الجسم حتى التجميل وحتى الأمور هاي لأنه فترة خلو المسار نحن ما بننصح بالبدء بهاي الأمور ولكن عنا اليوم الأكثر حساسية واللي هاي الأعضاء لازم أنها تتأجل عملياتها للقلب الشريان الأورطي الدورة الدموية ضغط الدم معدل ضربات القلب العمود الفقري والظهر والجانبان طبعا في أشياء لها علاقة بالقلب اللي القلب والشريان الأورطي هذولا ما في مجال التأجيل وخصوصا للأشخاص اللي بيكون عندهم تضيق وبدهم يعملوا العمليات فالعلق الطراري هذولا بدهم يعملوا عملياتهم ما في أي مشكلة ولكن بالنسبة للأمور الأخرى العمود الفقري والظهر العمليات الجراحية لهذه الأمور لو تأجلت يومين أو يوم ما في أي مشكلة لهذا الموضوع باقي أعضاء الجسم طبعا ما مننصح للعمليات الجراحية لها نهائيا في فترة خلو المسار عشان هيك نقول تؤجل بيكون أفضل حتى على مستوى عمليات التجميل والحقن والجراحة والأمور الأخرى إلا ليه العمليات البسيطة ليه زي التقشير أو معالجة البشرة أو التدليك أو الكريمات أو الشغلات اللي زي هيك فما في أي مشكلة لهذا الموضوع طبعا هذا اليوم لا يصلح لزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي الصبغ الحنة والقص العلاجي ولكن ما بنصح حتى بالقص العلاجي يعني بفضل أنه يكون في فترة مش خلو مسار أما قص التجميلي ما في أي مشكلة بالنسبة للقمر بما أنه ما اليوم انحسار المربع ولا يعني بلش يقترب على نصف البدر فاليوم عمره رح يكون سبع أيام في تمام الساعة ثمانية واثناشر دقيقة صباحا ببلش اليوم الثامن نسبة الإضاءة ساعة ثماناش منتصف الليل من يوم الجمعة بيصير ثلاثة وأربعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الجوزاء حتى يوم واحد وعشرين ستة هي سعيد الآن بنسبة خمسة في المية في ساعات المساء من مساء يوم الجمعة بيصير منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية القمر في الأسد حتى يوم سبعة وعشرين خمسة منتحس الآن بنسبة أربعين في المية ساعات منتصف ليل الخميس على الجمعة بيصير منتحس بنسبة عشر في المية ساعات ظهر يوم الجمعة بيصير سعيد بنسبة خمسة عشر في المية في ساعات مساء يوم الجمعة بيصير منتحس بنسبة عشر في المية عطارد في الثاور حتى يوم احداش ستة سعيد بنسبة عشر في المية الزهرة في السرطان حتى يوم 5-6 سعيد بنسبة 60% المريخ في الأسد حتى يوم 10-7 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثور حتى يوم 4-9 سعيد بنسبة 30% زحل في الحوت حتى يوم 17-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثور حتى يوم 29-8 سعيد بنسبة 15% نبتن في الحوت حتى يوم 30-6 سعيد بنسبة 15% بلوتوف الدلو بيتراجع حتى يوم 11-6 منتحس بنسبة 30% طبعاً أنا ما حكيتها في البداية ولكن بحكيها الآن الأشخاص اللي بتابعوا الحلقة لو لاحظتوا في كل الجمعة الماضية منلاقي أنه نسبة الـ dislike يوم الجمعة بتكون مرتفعة جداً طبعاً أنتم ما بتشوفوها ولكن أنا بشوفها عندي على القناة دلالة على أنه كثير من الأشخاص بترفض الدعاء فالـ dislike بكثر يوم الجمعة هي حرب على الدعاء بدهم نشد دعاء فعشان هيك الجمعة هاي تحديداً كل الموجودين يحاولوا يكبسوا الـ like بس جكر في هذولاك الأشخاص لأنه هذا الدعاء يعني حتى لو كان شو ما كان يعني بدعي ربنا الواحد طبعاً في أشخاص معذورين هذولا يعني الله يعينهم على حالهم ما من لومهم ولكن ليش ليش يعني فحاولوا انكو تكبسوا الـ like وحاولوا الصلاة على رسول الله جكر فيهم برضو اللهم صلي على محمد والمحمد في التعليقات وذكر الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلينا هيك يعني شوية استفزاز لهم بما أنهم بعبروا عن رأيهم برضو عبروا عن رأيكم أنتو كمان وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعاً اليوم تشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معاهم هذا اليوم يعتبر يوم مثمر وإيجابي تستعيد شراقتك تسحر الكثيرين بحضورك الباهر الجو مناسب لتلبية الدعوات باستطاعتك المبادرة بتقرم من الأحبة من الأبناء من العائلة الأجواء ممتازة حتى للمغازلة والمصالحة لتكرار المحاولات اللي ما زبطت معك بالأيام الماضية محتمل اليوم تمشي الأمور بشكل جيد يعني بمعنى آخر اليوم الأجواء إيجابية وطاقتك وحضورك رح يكون مميز صحيح أنه فيه خلوق مسار فاستغل خلوق المسار بدون اتخاذ قرارات ولكن تواصل عاطفيا مع أحبائك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا التركيز رح يكون على البيت وعلى العائلة كمان اليوم فبتحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم وبتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للإهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم شيء إنك ما تفقد الاتزان وثقة الأحبة إيش عن حالك بطاقة إيجابية؟ هيك دعم حالك حاول إنك تبدأ يوم جديد ممكن تقلق بشأن صحة أحد أفراد العائلة أو ربما مسألة شخصية أو مصاريف إضافية أو حتى خبر بيجيك عن أحد المقربين في العائلة بيزرجك رغم هيك لا تتخذ قرارات ولا تعصد بالعكس خذها بكل صدر رحب وتجاوز الأمور وعيش يومك مع عائلتك بأجواء إيجابية برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ومنكم أشخاص اليوم ممكن يخرجوا في نزهة قصيرة أو بكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو مع جار اليوم أنت بتتمتع بسرعة بديهة وخاطر عالية جدا وباستطاعتك مناقشة الأمور الصعبة وطرح أفكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جديدة اتفسر من خلالها وتبرر مواقفك بتنشط بالتنقلات والاتصالات والحوارات ولكن انتبه أثناء قيادتك للسيارة من الحوادث ومن الإزدحامات الأجواء جيدة وعندك قدرة على الحوار والنقاش استغل هذا اليوم للمصالحة للحوار البناء للتقارب للطلبات للتسويق للتجارة يعني الأجواء حتى على المستوى العاطفي ممتازة جدا ولكن بدون عصبية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم الأجواء إيجابية وبتحمل لكم فرصة لمكسب مالي ولكن بتكون تنتبهوا إنه اليوم بتزيد عندكم المصاريف أو المتطلبات المالية رغم إنه في فرصة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي مع هيك بتكون تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجيات ثمينة ممكن تعالجوا استحقاق مالي أهم إشي كل يوم تحديدا بلاش تتسرعوا بتوظيف الأموال دقيقوا بالتفاصيل طبعا توظيف الأموال يعني اللي بتاجروا بالعملة أو بالذهب أو بالأمور هاي ما في داعي لهاي الأمور تتخذ قراراتك راقب بصمت ودقيق بالتفاصيل طبعا اليوم تطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ أهم إشي إنك تتفائل وتنطلق وتتحرك ما تقول أنا ما بصير معي إشي لا إذا تحركت بصير معك إشي أما وانت قاعد في مكانك طبيعي ما رح يصير معك إشي رح تضلك مكانك قف برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم الطاقة أعلى اليوم تبدأوا فترة أفضل من الأيام الماضية وهاي الفترة رح تفي تعيد النشاط المفقود بشكل أقوى بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة الدعم من مركزكم الاجتماعي انفراج وتقدم ملموس بعد فترة كان فيها مراوحة وركود الطاقة عالية جدا يعني بدك تنطلق بأي اتجاه ولكن حاول انك تحدد الاتجاهات اللي بدك تتحرك اتجاهها مش تخلي تحركاتك فوضوية عليك التحلي بالحكمة والواقعية لإدارة الأمور بتنشط وبتشتد عزيمتك وبترتفع معنوياتك وبتستعيد سيطرتك وبتحقق نجاح باهر إذا التزمت بهاي الأمور لا عصبية لا حدية ولا كلام جارح خليك متوازن برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعا اليوم بتكون تحذروا تماما لأنه القمر بيتحرك بيخلوه مسار صحيح انه بيقترب منكم ولكن خلوه المسار هذا بينزل منطاقتكم بشكل أكبر إلا أنه إشوي هيك برضو عطارد ما زال بيشكل الزوايا السلبية لغاية منتصف ليل الجمعة الخميس على الجمعة فبعديها بتبلش الأمور تخف عليك فعشان هيك تشعر أنه طاقتك ضعيفة ممكن يسيطر على البعض التعب عليكم كنت نظموا أموركم محافظوا على صبركم المعهود أثناء تصريف الأمور والتعامل مع الغير ممكن تتذمر من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس حذروا من البدء بأي شي جديد لا تسمحوا للقلق بأنه يسيطر عليكم ويمنعكم من العمل والنشاط نظموا أموركم وضعفوا مجهودكم برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الأصدقاء اليوم نشاط اجتماعي عالي عندكم ولكن يعني في منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو لقاء اجتماعي أو يلتقي بعض الأصدقاء أو يكون فيه لقاء ودي أو اتصالات أو مساعدة بعض الأصدقاء لإلهم وحاول أنك تطلب المساعدة من أصدقائك أو معارفك إذا أنت بحاجة للمساعدة وبرضو لو طلبت منك بتقدر تبادر فيه نوع من أنواع التحالف الكبير اليوم رح يكون ما بين الزملاء والأصدقاء الجيران أهم شيء أنه ما تبقى وحيد وحاول أنك تخرج للقاء الناس الأجواء جيدة وداعمة بشكل قوي لإلك اجتماعيا وفوائدك كلها من خلال وسطك الاجتماعي برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل وهذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل برضو لأجواء جيدة ممكن تقدم أفضل ما لديك عشان تقدر أنك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك إنك تكون على قدر المسئولية في فترة هاي يعني شوي فيها نوع من أنواع الصعوبة لأنه هذا يعتبر بيت السمعة وحاول قدر الإمكان إنك تحافظ على سمعتك وعلى لسانك لأنه أي كلمة تحسب عليك أي تصرف يحسب عليك أي مجازفات تحسب عليك فعشان هيك حاول إنك تكون متوازن لا تندفع كثير ولا تتراجع كثير خلي تركيزك بدون مغامرات ولا مجازفات ولا ملاسنات على المستوى العمل ما تتغيب عن عملك والأمور بتكون ممتازة جدا برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة وممكن تشاركوا في حملة أو ورشة عمل بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم تلتقي بوجوه وآراء وثقافات مختلفة أجواء لطيفة بتحيط بحياتك وهذا الشيء رح يدعمك بشكل قوي جدا عزز علاقاتك الاجتماعية العائلية العاطفية لأنها هاي فترة مثمرة على جميع الأصعدي الأجواء ممتازة حتى على مستوى الدراسة والامتحانات والمقابلات والعواطف يعني بدك تستغلها ولكن انتبه أثناء قيادتك للسيارة أثناء تحركك من الإصابات يعني ما تتعرض لإصابات وأيضا إذا فعلت حاول تمسك لسانك لأن عصبيتك اليوم إذا طلعت ما حدا بيقدر يوقفك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا اليوم تركيز برضو على الأمور القديمة على الروحانيات على الدين على الفلسفة على الأموال المشتركة على الميراث على أي شيء قديم أي شيء حتى الذكريات القديمة اليوم تظهر على الساحة أهم ما رح تشعر فيه اليوم اللي هو تنظيم أموركم المالية المشتركة المال اللي معك شريك فيه مالك مال الزوج مال شريكك من جهة تم فرصة لمكسب بيجي من شراكة أو تعويض ولكن من جهة أخرى يجب الحذر من أي شراكة مالية لأنه في خلو مسار ما بناسبك إطالة الخلاف والزعل خلال هذا اليوم سارة لتقريب وجهات النظر باستطاعتك إدارة المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقش موضوع بيتعلق بحقوق لإلك أو إرث أو موضوع مالي أو ديون بتحاول أنك تحصلها برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا اليوم القمر برضو موجود مقابلكم لآخر يوم فعشان هيك اليوم ترغبوا في تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني حاول أنك ما تنفعل حاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وعصاب باردة وما تتسرع باتخاذ القرارات هاي أهم ملخص هذا اليوم الإيجابي إنه ما تنسى إنه الشمس موجود بالجوزاء يعني على مستوى التفكير على مستوى الفن على مستوى الترفيه على مستوى الجمال على مستوى العواطف وعلاقاتك بأبناءك والأحبة الأجواء جيدة ودعملة إلك ولكن بدون فرض الرأي والعصبية برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا القمر زي ما حكينا بيبدأ اليوم التركيز أكثر فأكثر على الصحة وبعدين على العمل فعشان هيك بيبدأ العمل بتراكم لديكم تدريجيا أنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل دون المبالغة في ذلك انتبهوا لغذاءكم راحتكم لا تسمح للواجبات بالتزامن ولا بالتراكم كون أكثر تنظيما أحسن إدارة الوقت اتجنب بإثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي أهم شيء أنك تركز على الوضع الصحي إذا شعرت بشيء غير اعتيادي راجع طبيبك وحاول أنك تأخذ قصد من الراحة ويهدأ وكون عند حسن الظن بعض موليد برج الحوت رح يكون لهم اهتمام كبير عمستوى البيت خلال هذا اليوم عمستوى العائلة أو حدث معين عائلة رح يلفت انتباهك أهم شيء أنك تكون متوازن وعقلاني بإدارة الأمور طيب حطيتوا اللايك قبل بدي شوالكو حطوا الدوسلايك لأنه جمعة الدوسلايك اليوم نشطين رح يكونوا على الحلقة عشان الأدعي لأنه كل جمعة زي ما حكينا هدولا بنشطوا كأن الدعاء هذا إشي بيستفزهم فعشان هيك اليوم لا بدي أقول لكم حطوا اللايك بديش أحكي لكم حطوا دوسلايك معلش أجلوها لبكرة دوسلايك بس اليوم على اللايك أكثر إشي لا تنسوا ذكر الله بالتعليقات الصلاة على رسول الله اللهم صلي على محمد والمحمد وبرضو دعوة هيك بسيطة عشان يعني نحرق راسهم شوي هيك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر